السلام عليكم ورحبا بكم معي في قناة حلويات اسماء اليوم ان شاء الله سنقدم لكم وصفة الشاكشوكا او البيضو ماطيشا كيفما كان اسميها في المغرب وصفة المعروفة جدا في المغرب العربي كل دولة تحضرها بطريقة مختلفة اليوم سنحضرها لكم طريقة جدا رائعة كيف يبنينا بنينة جدا والديدة نتمنى ان هذه وصفتنا لإعجابكم فرجة ممتعة على بركتي الله في ميقلات كنخليوها تسخن فوق النار كنديرو القليل من الزيت الزيتون من قليل من الزيت النباتية ممكن تستعملوا غير واحد فيهم اللي كتفضله كنزيدوها تحبة ديال البصل اللي متوسطة مقطعة مكعبات صغيرة وكنشحروا هاد البصلة في الزيت تحت كدبال وكيتبدل لون ديال هيتبدل كنزيد عليها هنا الفلفل الأحمر اللي مقطع مكعبات صغيرة كيف ما كتشاهدوه هنايا إذا ما توفرش عندكم الفلفل الأحمر ممكن تستعملوا حتى الأخضر ولكن الأحمر كيكون أحسن عندي كذلك جوج حبات ديال الفلفل الحار بالنسبة للناس اللي مكيبغوش الحرور ويمكنهم يستغنوا عليها وواحد الفصل ديال التوم يكون مقطع كنزيد هاد المكونات على البصل وكنستمر في التحريك حتى كيبدك يتبال للفلفل هنكن نضيف ملعقة كبيرة ديال مركز طماطم أو مطجة ديال الحك كنحرك لذلك حتى كنت ندمجلي مع دوك الخضر وهنا كنزيد طماطم تقريبا عندي ثلاثة ديال حبات ديال طماطم كبار مقطعين مكعبات على تشكل طبيعة الحال يكون مكشرين بالأحسن تختاروا يعني طماطم أو مطجة اللي تكون حمراء وتكون طيبة شحن مكانت حمراء وشحن مكان طيبة كتكون أحسن بعد ما حركت شوية غدي مدى نزيد في التوابل عندي نصمع القادية الكمون عندي كذلك الملح دائما على حسب الدوق من بعد غدي ندوق وشوفوش غدي نحتاج أنني نزيد أو لا نصمع القاة صغيرة من الفلفل الأسود أو الأبزار كذلك ملعقة صغيرة اللي تكون عمراء مزيان بالبابريكا أو الفلفل الأحمر الحلو أو الطحميرة وأيضا غدي نحتاج ملعقة صغيرة ديال الخرقوم أو الكوركم أنا هنا كنت ننسيتها من بعد غدي تشاهدوها نخلط كل شيء مزيان وكنزيد القليل من الماء القدر الكافي اللي غدي يطبلي في الطماطم فإحنا غخصنا يعني نخليوها اللي ما تشطب على خاطرها تكدو بالنا تماما وكنحصل على واحد سلسلة تكون عقدة وخاطرة كما كتشوفو هنا هي ضفط الخرقوم صافي غدي نحركوشي مزيان غدي نغطي على ماتجا ونخليها نبدة ديال تقريبا ربع ساعة حتى لعشرين دقيقة أو حتى كالدوبلي تماما وكالطيب كما كتشوفو من بعد مرور ديال ربع ساعة كتولي لي الصلسة على هات الشكل كنحاولو نستعملوا ملاقة خشبية ونحاولو شفيا مع سوديك الطماطم باش نحصلوا على واحد سلسة اللي كتكون بحال هات الشكل وما كتبقلناش المطيشة هكا قطع بينين كنحاولو اننا ما نخليوش السلسة ديالنا أو المطيشة ديالنا جارية أو يكون فيها بزاف الماء نحاولو كيفما كتشاهدو كتعقاد حتى كتعقاد على هات الشكل وكتشرب السوائل كيكونوا فيها كانت فعلا النار وكيفما كتشاهدو هنا كان اخدو حل ملعقة وكان حاولو نديرو بلاسة أو حفار فين قد نوضعو البيض ديالنا كان اخدو من بعد البيض طبيعة الحال كمية كتبقى على حسب الافراد وكان هرسو كل حبة كيفما كتشاهدو هنا استعملت هاد الكأس ديال القياسات ممكن استعملو اي حاجة اي زلفة صغيرة ولا المهم كتفقسوش البيض مباشرة صنفوق الطماطم صافي هنا كنشعلو النار النار تكون جد هادئة يعني المنموم لاننا في البوطة كنستعمله وكننغطيو عن المقلات ديالنا وكننخليوها مهمة لحسب الرغبة ديالكم كيفاش كتبغيو البيض اما يكون طايب تماما وليكن يعني ذاك الصفر باقي خطر انا البيض ديالي كنطيب دائما حتى كيطب تماما صافي وكننقدمو الطبق ديالنا بصحة ورحة شكل نهائي ديال الطبق ديالنا ديال الشكشوكو هذا هو كيجي المنظر دياله كيشحيو المدق جد جد هائل صدقون إذا جربتو هذين الاعجاب ديالكم كيفما كتشوفو زينتوب شوية ديال المعدنو سترى اتمنى ان اضفة ديال اليوم تكون نلت اعجابكم اتمنى انكم تجربوها اذا اعجبتكم ما تنساش كيفما العادة ديروا جام اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس باش يبقى يصلكم دائما الجديد ديالي من الوصفات ما تنساش كذلك تخليوا لتعليقكم الرائعة لدائما كتش جنينات المزيد والمزيد شكرا بزاك المتابعة وانتلقوا فيديو جديد ان شاء الله